ازن الله. كريم. ترامب بصد يعمل المباريات اللي هي البطولية من المباراة واحدة دي بتبقى صعبة جدا. ايه. ليه? ماذا انت ما تقفش على مستوى الفريق كاسيزم. صعب. انت بتتكلم على ان اللعبة ممكن. مسلا زي مسلا المسلا اللي معانا نهض البركان. نهض البركان السنة دي فريق مختلف تماما عن الفريق اللي احنا شفنا نسخته قدام بيرامد. والفريق كمان اللي احنا شفنا نسخته قدام نادي الزمالك. الفريق رغم رغم ان الفريق محافظ على ثمانين في المية. من القوام الرئيسي له. لكن انا مشكلتي في المطشط دي ان اللعيب اللي بينزله قدامنا قدامنا للاهلي. بيبقوا عارفين ان العالم العربي والعالم الافريق كله ودولة كبيرة زي دولة مصر. مهتمة بمبارا دي. فبينزلوا باقصى اقصى جهده عندهم. مهض البركان النهاض ده ربما يكون في المركز التاسع في الدوري مقدم موسم سيء جدا. لا تتخيل كم هائل من المشاكل الادارية اللي بتضرب للفريق. للدرجة طبعا هنتكلم عليه طبعا للدرجة اللي خالت لاعب زي محسن ياجور. يتم توقيع غرامة عليه اكبر غرامة في تاريخ النادي. بنتكلم اه خمسة وتلاتين الف دولار. يعني حوالي مليون جنيه نص مليون جنيه مصر. ويحاصل في مشاكله حتى هو في المباراة الاخيرة. كان في كزا مباراة قاعد عالدك. ما لعبش اساسي. اي. فلكن انت تخيل كل الظروف دي ما قداش انا احطها في الحزبان في ماتش يوم الجمعة. ماتش بالجمعة ده. سيناريو تاني خالص. حاجة تانية خالص. اللعيبة كمان هيك في النهضة كان زي متى الفضلت قلت في الانترو. اعمارهم كبيرة. فدي اخر فرصة ليهم. عايزين يسطروا تاريخ ليهم. محسن ياجور نفسه. عنده اركام كوازية نفسه يطورها. وحتى برضو زهيل العروبي حارس المرون برضو عنده بعض اركام كوازية زي حققها. فبالتالي لازم نبص المباراة دي. انها مباراة لوحدها بعيدا عن موقف فريق نهضة بركانة. وان شاء الله تقلل بالنجاح للنادي الالي في النهات.